عقد حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ظهر اليوم جلسة مباحثات رسمية بقصر العلم العامر وفي مستهل الجلسة جدد جلالة سلطان البلاد المفدى ترحيبه بضيف الولاد الكبير متمنيا له ولوفده الرسمي المرافق طيب الإقامة من جانبه عبر صاحب السمو الملكي الأمير الضيف عن خالص شكره وتقديره لجلالة السلطان المعظم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن الوفادة كما تم خلال الجلسة استعراض أوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين في شتى المجالات وسبو لدعم وتعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط الشعبين العماني والسعودي الشقيقين بما يحقق المزيد من تطلعاتهما وأمالهما إضافة إلى تبادل وجهة النظر تجاه الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك حضر جلسة المباحثات من الجانب العماني صاحب السمو السيد فهد بن محمود السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وصاحب السمو السيد سعد بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان وصاحب السمو السيد شهاب بن طارق ألسعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وصاحب السمو السيد ذيزن بن هيثم ألسعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب ومعالي السيد خالب بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية رئيس بعتة الشرف ومعالي السيد بدر بن حمد المسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير الطاقة والمعادن ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وصاحب السمو السيد فيصل بن تركيا السعيد سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة العربية السعودية فيما حضر جلسة المباحثات من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرص الوطني وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير الثقافة ومعالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومعالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف وسعادة السفير عبدالله بن سعود لعنزي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى سلطنة عمانة